يا حبابي يا حلوين كل سنة وانتو طيبين يا ولاد موسم التين دلوقتي من التين كتير جدا في السوق تعال اما نعمل منه كميات من ربا ونخزنه هقولك بنعمله ازاي ونخزنه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة والمدارس جاي يا ولاد هتعمل بسندوتشات لعيالك حاجات مغزية ومفيل تعالوا كده يا حلوين انا هنا عندي كله من التين التين ما للسوق دلوقتي يا ولاد بعشين وبحمسة وعشرين يعني التين كتير جدا دلوقتي ما شاء الله تعمليه بقى مربة وتزبطيه وتخزنه في التلاجة وفي الفريزر بطريقة سهلة جدا انا هنا عندي كله من التين غسلته كواس جدا اهم حاجة التينة تبقى مقفولة وهحط كبايتين من السكر على كله التين وهقل كواس جدا كده وهسيبه يا حباب قلبي ليلة في التلاج يعني انا هسيبه ليلة في التلاجة ولو عندي قدر من القرنفل حطهم في قلبهم واسيبهم ليلة غطهم كواس جدا واسيبهم ليلة في التلاج ولا ميا ولا اي حاجة انا هنا حطه بقى في التلاجة وبعد الليلة كاملة بصه هو نزل ميته الواحد وكده بالراحة بص الله مبارك هنا نزل مية بتاعته هجيب بقى الحلة بتاعتي واحط الكمية بتاعته دي في قلبه ولا مية ولا اي حاجة هو بيه فيه كده هيزبط بقى مربك كده الله مبارك بتريكات سهلة وبسيطة هقولك تعملها ازاي انا هنا حطته على النار شغلت النار بص المية بتاعته هو منزل ميته الواحد صلى الله مبارك وعندي لمونة انا هنا بقى اي حاجة اما بتغلي كده بيعمل ايه الرمي اللي على الوش انت بتشيله واحدة واحدة اهم حاجة تشيل الرمي ده حلوين واحدة واحدة صلى الله مبارك هشيل كل الرمي اللي على الوش ده عشان المربة بتاعته تبقى ناجحة شيل كل الرمي اللي على الوش ده يا حلوين وهحصل لمونتين اتنين يا حلوين يعني انا هحصل لمونتين اتنين صلى الله ومبرك اهم حاجة خليك في التركات لحد الاخر خالص عشان نشوف عملنا الكلام الحلو ده ازاي لو وصلت لحد هنا صلى على النبي واتمنى تشترك في القناة عشان تشوف كل الجديد يا حلوين بصي هي بتقصر هيئة ايه سيبيها واحدة واحدة بتدي بقى وط عليها بصي اثرة الزوبة التقيلة ازاي ولا اي حاجة يعني الكسة كلها انت بتعملي التين تخسلي وتنقعي ليلا كاملة في التلاجة وبعدين بتحطيه على النار بتحصير اللامونة او اتنين بصي بصي كون بقى جميل ازاي وطعمه حكاية طعمه حكاية حطي بقى في البرطمان عندك اهم حاجة احلو انت بقى البرطمان نضيف وناشف عشان تحط في المربة بتاحتك بص الله ومبرك البرطمان ده انت بيتجيبي بشيء يعني بص انا بسأل عليه والله في المحل بستين وسبعين جنيه انت بكوبايتين سكر التموين وكلو من المتين عملت الكلام الحلو ده حاجة كده اللهم مبارك هتمنى تشاركوا في القناة حلوين عشان تشوفوا كل جديد بص الله ومبارك حاجة كده فخر من الاخ